اعلنت وزارة الساحة عن تسجيل 19039 إصابة جديدة بكورونا المستجد و7350 حالة شفاء و72 وفت خلال الـ 24 ساعة الماضية وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج كوفيد-19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بلغ 14.809.114 شخصاً فيما بلغ عدد الملقاحين بالجرعة الثانية 10.733.482 شخصاً وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 665.325 حالة فيما بلغ مجموع حالة شفاء التم 590.042 حالة بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10.087. افتتحت وزارة الصحة بإقليم واصر أول مركز رقمي ومندمج للتلقيح بالمغرب وذلك بهدف تسريع وطيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد هذا المركز الجديد المتواجد بمنطقة الرحمة والممتد على مساحة 2200 متر مربع سيمكن من تلقيح 3000 إلى 4000 شخص يومياً يقدم هذا المركز ثلاث خدمات إلى جانب التطعيم تتمثل في إجراء كافة المواطنين المتوافدين على هذا المركز لفحص طبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وفي حالة عدم إصابته يتم إحالته على مصلحة بالمركز للتلقيح وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاء على ميثاق أخلاقي بمناسبة انتخاب ممثل القضاء بالمجلس هذه أول انتخابات تجرى في عهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد تأسيسه إذ أن الانتخابات السابقة كانت تشرف عليها وزارة العدل وبالتالي فإن المجلس اليوم تجه في مقاربة جديدة تعكس اهتمامه بالجانب الأخلاقي لدى القضاء ومن أجل تعزيز موقف مدونة الأخلاقيات التي صدرت خلال هذه السنة بالجريدة الرسمية هذا اللقاء تاريخي بالنسبة للجمعيات المهنية لتوقيع الميثاق الخاص بانتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل